تهريب للعملة خارج العراق هو يسبب مشكلة داخلية اقتصادية للعراق قرأت تقرير للأندبندت البريطانية تقول أن تهريب العملة من العراق لا يقتصر على إيران حسب ما تصف الصحيفة تقول أن تهريب العملة عن طريق كردستان العراق إلى تركيا ضعف ما يهرب إلى إيران هناك تهريب إلى سوريا هناك تهريب حقيقة إلى دول أخرى مجاورة مثل الأردن هذه عملية التهريب وفتح الحدود بهذه الطريقة للعملة الصعبة من داخل العراق سيخلق أزمة لن تستطيع لا الحكومة العراقية ولا حكومة دول الجوار حتى لو ساعدت الحكومة العراقية أمنيا لن تستطيع أن تهدئ هذه الأزمة أو تحد منها لأن هناك أموال حقيقة مهولة خارج العراق شيئا ما بين اليوم منصة البنق المركزي تبيع ضمن صفقات رسمية وأوراق رسمية وطلبات رسمية للتجار والبنوك لكن لاحقا هذه البنوك تبيع هذه الأموال ضمن وصولات استيراد الإشكالية تكمن في أن كثير من وصولات الاستيراد هذه سمعنا على منصات إعلامية أنها تكون مزورة وبالتالي عملية متابعة هذه الوصولات شبه مستحيلة لأن هذه الوصولات غير مسجلة رسميا مثل لدى الحكومة العراقية ويمكن متابعتها برقم دولي حتى نعلم أن هذه الوصولات هل فعلا تم التعامل بها مع الصين أو الهند أو دول أخرى أو لا وبالتالي عملية السيطرة شبه مستحيلة على قيمة الدولار على الأقل تقدير في هذا العام